مساء الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين اليوم قبت لكم وصفة الشيش طاوق بس مش اي شيش طاوق حاجة جدا روعة وقدمت معاه الحمص والمتبل وصلطة المشاوي وعلمتكم كمان تعملوا كيف الخبز الحار اللي دايما نتقدم مع المشاوي حاجة روعة جدا وقدمناه كده بطريقته يعني مطاعم خمسة نجوم زي ما يقولوا صدقونه تدوقوا الدقاج دايب مع انه عملناه بصدور دقاج لكنه الدقاج يعني دايب بس تضغطوه يدوب الدقاج يعني نحنا نقول يتفتت كده تاخدوا كده شوية من العيش الحار وعلى من الدقاج والصلطة وكمان تاخدوا من الحمص يا السلام حاجة جدا روعة وخلونا نبدأ هنا عندي صدور صحن صدور دقاج اقطعه بشكل مربعات متوسطة اني استخدمت هذا الصحن اقالي 7 اسياخ بعد كده بتببله بصماق وكزبرة وعندي هنا بابريكا حارة مدخنة انتم تقدروا تستخدموا اي نوع بابريكا عندكم وفلفل اسود وملعقتين كبيرة من الزبادي او ممكن تستخدموا اللبن الحقين وفصين من الثوم وعصره من الليمون مع القشرة تبعه او القشرة تبعه ممكن تضوفه عصير برتقال مع قشورة زي ما تحبوا بعد كده تمام اخلطه تمام واخر شي بضيف الزيت اخر شي من فوق بضيف الزيت ولما ضيف الزيت بس من فوق من غير ما اخلطه لانه الزيت مرت ميخليش البهراء الدقاجي تتبل تمام والملح بضيفه اثناء التسوية خلاص بعد ما ضفت الزيت ممكن تضيفه الزيت المبخر اذا ما عندكم شا بابريكا مدخنة عاري او ممكن تبخروا كمان خلاص خليته في التلاجة يوم كامل او اقل حاجة ساعتين هنا عندي بعمل المتبل عندي بدنجان بعمله بس كده اخرام بسيطة وخلاص بشوية على العين او ممكن تشووه بالفرن بس يعني يشتوي من القهتين تمام كل شوية يقلبوه لما يشتوي كيف تعرفون انه نضج السكين يدخل على طول بسرعة يعني خلاص مستوي باقي بقصدير او صحن او شي لازم تكتموه عشان يسهل علي اقشر البدنجان اني هنا كتمتو بقصدير عشان قلتكم اسهل علي علي علبان ما شوية يرتاح ببدأ اعمال معاكم سلطة المشاوي اللي هي بصل شرائح قطعوه كده بشرائح رفيعة وكمان نعملي رشة من الملح ورشة من الصماق شوف الصماق ورشة كمان من الفلفل الاسود الصماق في نوعين في نوع مش اصلي وفي نوع الاصلي الاصلي يكون غامق زال اللي انا استخدموه ومش اصلي يكون لونه فاتح تمام زال اللون الرمان وكمان اضيف نعناع مقفف يعطي طعم رهيب لسلطة المشاوي وكمان اكيد شرائح الطماطم بعضهم يضوفوه كمان خس زي ما تحبوه كمان تقدرو تقدموه معاها التبولة ان شاء الله ما نعمله مع بعض وكمان تنسوش البقدونس البقدونس يعطي للمشاوي طعم لديد خصوصي لسلطة المشاوي لديد لديد جدا خلاص فرمت كده البقدونس بشكل كده ناعم وبدأضيفه كمان على السلطة ممكن تضوفوه عصرات ليمون او خل زي ما تحبوه بس اني هاد اكتفي فيها الان قهزة سلطة المشاوي والان تعالوا نعمل الاد متبل طبعا المتبل خلاص هنا البدنجان اذا تشوفوه خلاص كده هدى وبدأ يعني كيف اقولكم بدأ كيف لان شوية ويسهل بسرعة انه يتقشر بسهولة بسهولة قربوا للطريقة يعني لازم تكتموه حتى لو حطتوه في علبة او حافظة المهم ينكتم فيرقع تمام يتقشر بسهولة حتى يعني ينزل من بقاش في اسود كده خلاص الان بشيل الراس تبعه او الاشي سمونا الزهر اللي فوق او الانقود وببدأ خلاص افرما او باي بالسكين بالشوكة هو ينفرم خلاص لانه طري يعني مستوي البدنجان ينفرم باي حاجة تسألوني هادي من فين هادي تباع الاكل الاندونوسي المسحقة نحنا ايش اسمونا مسحقة اندونوسية او المدقل او الهوند الاندونوسي اللي حسحب قاوة وهنا عندي فصين من الثوم واني اعمل له رشة من الكمون والملح كمان وافرمو تمام واخلطوه مع البدنجان خلطوه طبعا اني الحبتين البدنجان الكبار اعملها فصين ثوم وهنا بضيف تلات ملاعق كبيرة من الطحينة السائلة تمام وخلطوها تمام وكمان ضيفوه عصير ليمون طبعا انا تقريبا ضفت ليمونة كاملة اول شي ضفت نص بعدين زوت نص ثاني فهي حلوة تحب الليمون كمان فضيفو يعني الليمون اول ضفوه نص بعدين تضوقوه وخلطوه تمام بعدين اخر شي ضيفوه زيت زيتون او زيت عادي اذا بتخلوها يعني يومين ثلاثة ضيفوه زيت عادي اذا بتاكلوها بنفس اليوم ضيفوه زيت زيتون تمام خلص وخلطوه وتكون جاهزة الان ما نعمل ايش الحمص طبعا الحمص عندي حمص موقوع 6 ساعات بعدين ضغطوه بالضغط الكهربائي لمدة 45 دقيقة بعد كده اقصموه باكيس وفرزوه وقت ما احب استخدموه هنا استخدمت كيس من الحمص وعليه ملح الليمون وطحينة وكمان ملح وكل المقادر باكتب لكم يا بصندوق الوصف واربع مكعبات من الثلق وماء ماء بارد وابدأ اطحنوه ياما بالهان بلندر او خلاط الكاس او محضرات طعام اللي متوفر معاكم كونوا اطحنوه ولازم توقفوه وتخلطوه اذا حسيتوا انه يحتاج ماء ضيفو شوية ماء الماء يكون بارد لازم تكون المكونات كل بارده اللي تستخدم مع الحمص عشان اطلع معاكم الحمص قوامه حلو وابيض خلاص وصلتوه يعني نعمتوه الحمص تمام اخر شي بتضيفوه زيت نباتي وبتطحنوه خلاص هذا هو الحمص يكون جاهز ليش ما اضيفش زيت زيتون ولا ثوم ولا كمون لاني هذي الاشياء اضيفه لما اقدم الحمص لاني نحتفظ بالحمص اسبوعين فانتم اذا بتحتفظوا بالحمص لتضيفوهش اي حاجة غير اللي ذكرته خلاص الحمص جاهز ابدأ استخدمه باي حاجة باي شي احبه استخدمه بعدين اضيف له ايلي الاضافات طبعا الخبز الان الخبز اني استخدم مع المشاوي احب الرغيف او الخبز او العيش ما نزلتلكمش الطريقة الان لانه الفيديو بيطول بس هادي الطريقة موجودة بحطلكم طريقة الفيديو بصندوق الوصف شوفوها وكمان اخر الفيديو برفق لكم فيديوهين اذا تشتو طريقة الخبز هذا وكمان اذا تشتو طريقة خبز النان اللي عملناها مع التكة تندوري وصراحة اقول لكم قربوا حاولوا لما ننقح معاكم حتى بكوب واحد دقيقي قبلكم ثلاثة ارغفة يعني بنفس هذا الحقب قربوا لما تتقونوا الطريقة واللي تقاني الطريقة يعرف صدقوني اذا عرفتوا خلاص للخبز هذا مستحيل عد تقبر خبز من برع او العيش خلاص بيكون دايما تعملوا بالبيت واللي يعمل هذي الطريقة ويضبط معاه اكيد دايما دايما في بيته يعمل هذا الخبز والان تعالوا شوفوا من شوي الدقاغ هنا عندي شوفوا الفلفل الرومي ملون معايا وعندي بصل ابيض الان طلعت الدقاغ ضفت له ملح وببدأ ادعاكو لانو الزيت عملناه بس من فوق والملح استخدمت ملعقة صغيرة وممسوحة ادعاكو تمام تمام الان ما نبدأ نسيخه طبعا انا استخدمت اصياخ حديد ومعدين ايش اسمه حديد هي عشان الستاند بس اني افضل دايما الاصياخ الخشبية لانو ما تلسعوش نفسكم على النار فبديت احط شوفوا احط الوين يعني انتم حسب ما تلونوا ايش متوفر معاكم ممكن حتى من غير في الفلفل رومي ملون اني بس عشان التصوير صراحة قبتو ان مش دايما اجيب ما عملش احب كله دقاغ يكون سادة فنادر ما عمل هادي الالوان بس قلت ايش العين تاكل قبل الفلم عشان تشوفوا تمام وتضغطوا على اللايك وتكتبوا كومنت تمام عشان كده احطط لكم دي الالوان عشانكم بس عشان التصوير لكم عشان تفتحوا عيونكم خلاص صيخت تعالوا الان ايش بسوي باقيب بسباس عدنين كده حق ملعقة صغيرة وبخففو بماء ممكن ببركة مع زيت تخلطوها وشوية ماء ممكن تخلطو اي ربي اش كمان تخلطو دبس فلافلة المتوفر معاكم وعندي فلفل كشميري بودر هنا باقيب الخبز معايك الخبز العيش اللي عملناه وببدأ ادهنوا بالبسباس العدني او الفلفل العدني طبعا هنا اني نسيت ما خففو بالماء بعدين رجعت حطط له شوية ماء كده حق ربع كوب ماء وبديت ادهنوا تمام تدهنوا كمان هذه الخلطة من ادهن فيها الدقاق بعد لما نشويهو يعني لا تخلصوا النوش كله والان باعمل رشة من الفلفل الكشميري او البابريكة الحارة اقوى بابريكة عندكم استخدموها هنا الصاق خلاص استوى ساخن المقلع او الصاق ببدأ الرش عليه زيت او مسحة زيت بسيطة مش زيت كتير وانزل السياخ الشيش طاوق على نار النار تكون يعني الصاق حامي يدخن والنار خليته وسط المهم لازم الدقاق من ينزلش قطرة ماء اذا نزل الماء الدقاق نزل الماء وبدأ يرغي اعرفوا انه بيقع معاكم الدقاق ناشف لازم يكون حامي المقلع حامية تخلوها تدخن بعد رشة من الزيت وتخلوها وسط وتنزلوا الدقاق تمام يكون حامي المهم بعد يتحمر قلبوه الجهة الثانية شوفوا اخد اللون كده كله كله نستوى سبع دقائق ما يطولش لانه اذا طول بيقع ناشف معاكم ميطلعش الدقاق جوسي فانتم قلتم شوفوا كيف النار النار متوسطة لا هي واطية ولا هي عالية مرة بس الصاق كان عالي بعد ما قلبتوه اذهنوا بنفس الخلطة البسباسة عدني والماء اللي اذهن فيها الخبز هذه الطريقة تخليه كده رطب تخليه على طول يعني تعمله زي البخار كده تخليه جوسي كده زي ما يقولوا الان قبت اخر السيخ السادس وهنا الخبز ضغطت عليه كده وخليته يتنكه تمام بعدين خلص قبت قصدير واخدت الخبز وحطط عليه الاسياخ طبعا هذا المقطع مش عارفة ما تصورش كيف واني لما اخدت الخبز وحطط عليه الاسياخ وقفلته بالقصدير انا تعالوا الاحلى فقرة هي تقديم الاكل او ترتيب السفراء نحن نقولها بعدين تقريب يلا نقرب تمام الان حطت المتبل كده حطته بالصحنين كده زيينته حاولت كده اعمله طريقة يعني بسيطة ومش انه كده عملت شكل انتم تقدروا تبدعوا زي ما تحبوه بعدين عملت زيت زيتون يعني للتقديم وكمان عملت بقدونس ممكن البقدونس تخلطوه مع المتبل بس انا حبيت اني ازيين فيه وحطت عليه زيتون اسود زي اللي اقولوكم نعم زي المطاعم وهنا الحمص ما شاء الله شوفوا كيف الحمص انا احب ده القوام اذا انتم تحبوا قوام الحمص اثقل يعني قللوا الماء باضافتكم للماء حطت هنا الحمص وحطت كمان حبات من الحمص كده للزيينة وحطت كمان زيت زيتون كمان بابريكة حارة او باردة اي بابريكة معاكم كده رشة بس للتزيين الان نحط الصلاطة المشاوي وعدو قتلكم لو قدمتم مع تبولة اطلع حاجة ثانية ان شاء الله قد تكون بنزلكم التبولة والفتوش مع بعض تمام وهنا البطاطس كده حطت كمية البطاطس كده بصحن طبعا هذا البطاطس جاهز ليقي اكياس مفرزنة لانه الان موسم البطاطا يعني مش حلو كتير فما لاقتش بطاطا للقلي فاخدت هذا المفرزن عادي والان قبت الستاند حق السياخ ماشاء الله هده قبتم ننساكو واذا تتذكروا انا عملت في عندي استاند اكبر عملت فيه هذه الصورة تكة ندوري ياخد سبع سياخ قالت لكم من قبتم ننساكو من زمان يعني مش عارفة اذا الان متوفر او لا هذا الستاند ياخد كله يصحن ياخد ثلاث اسياخ ممكن ياخد اكتر عادي وبس علقت كده شيش طاوق ممكن انتم صراحة تبدعوا عندكم ابداعات كتيرة في التقديم انتم وابداعاتكم ماشاء الله عليكم كل واحدة تقول زي ما يقولوا هنا الزودة عندي يعني كل واحدة الابداع عنده ماشاء الله عليكم وهذا الخبز الحار اللي عملناه في بوف الفيل قسموه كده بشكل مثلتات قالوكم زي المطاعم لما تشترون مشاوي شفتك في قبولكم الخبز وبدأت احطوه على صحن التقديم كم تعطوه عشرة من هذا الصحن كم ياخد عشرة من عشرة صح وياخد كمان خمسة نجوم صح اكتبو لي كم نعطيله عشرة من عشرة هذا الطبق تاكلوه فين باحسن المطاعم وعملناه في البيت وهنا كده زينا كده الشمعة وقبنا الاطباق طبعا هنا المصور اشتغل لازم نشغله المصور يأكل كده بالليش لا نشغله معانا في التصوير طبعا زوجي الله يحفظه يصورني واني يقدم كده الاكل فخلاص هنا شفو تعالوا تضوق هو وقال من قلد الشيش طوق اللي اكله شفو كيف يضغط يتفتت الدقاج يدوب من كتر الطراوة ماشاء الله كده تاخدوا الخبز وتغمسوا كده بالحمص وكمان تغمسوا كده بالمتبل روعة جدا نقربوا هذه الطريقة بتذكركم بالمشاوي اللبنانية هذه المشاوي لانه شفو ما في بوش الدقاج ما في بوش بوهارات كتير حاجة بسيطة نحنا نعتمد على ايش اكتر حاجة اني اعتمد عليها على التسوية كيف اطلع الدقاجة طرية او ما فيهاش كتير بوهارات اني ماشتش دقاج مكشن لا اني اشتري دقاج في بو طعم الشوي وفي بو الطراوة عرفتو هذا اللي اني اشتري اوصلو بس والله تاخدو كده خبز الحار ومع الصلطة والحمص وبسم الله تقولو وتاكلو وتضربو بالخمس كمان بالعافية ليو لكم اذا عقبكم الفيديو لتنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايكو كومنس حلو منكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر